موسيقى شهدت الأسواق المصرية اليوم الأحد مجموعة من الأحداث الاقتصادية كان أبرزها صعود جماعي لمؤشرات البورصة حيث ربح رأس مالها السوقي 2 مليار جنيه وذلك في أولى جلسات الأسبوع والمتزامن مع طرح أول صندوق استثماري في الزهب للاكتتاب العام شهدت أسواق الزهب للاكتاب العام العالمية والمحلية اليوم الأحد حالة من السبات وذلك بسبب العطلات الإسبوعية وجاء آخر تسعير لعيار 21 على نحو 2400 جنيه بينما سجل عيار 24 2742 جنيها في حين سجل عيار 18 نحو 2057 جنيها من ناحية أخرى طرح البنك المركزي اليوم أحد أدوات دين حكومية بقيمة 40 مليار جنيه كما شهد اليوم قيام وزير البترول بوضع حجر الأساس لشركة شمال أبو قير للمغزيات الزراعية